ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصيحة وعافية الحلقة الاولى تكلمنا فيها عن المخرج ترنتينو والحلقة الثانية تكلمنا فيها عن سفينة التايتانيك والحلقة الثالثة وبناء على طلبات كثيرة وصلتني راح نتكلم فيها عن اشياء كثيرة للمخرج البريطاني وصاحب العقل الجميل جدا والمعقد في نفس الوقت كريستفور نولن وللمانا يا جماعة وانا قاعد اكتب الحلقة لاحظت انه كريستفور نولن النسخة المدلعة من ترنتينو بحكم انهم قريبين من بعض من ناحية العمر وكلهم بدأوا في نفس الحقبة الزمنية تقريبا وعملين شغل ضخم من التسعينات والى يومنا هذا وكلهم برضو بيكتبوا افلامهم وبيخرجوها بنفسهم ففعلا الاسمين هذه يعني لما تقول ترنتينو تفتكر ايش يجي في بالك كريستفور نولن كذا مباشرة وثنين من نفس العمر عدد اعمالهم متشابه اذا 11 وذا 10 تقريبا واحد من بريطانيا والثاني من امريكا كابتن امريكا كابتن بريطانيا كيتحس انهم ماش قاعدين يتنافسوا بس ماهم دارين انهم قاعدين يتنافسوا كل واحد قاعد يبحر في جهة وكل واحد قاعد يقول الزين عندي عموما ومثل ما قلت لكم وانا قاعد اكتب الحلقة لاحظت انه كريستفور نولن النسخة المدلعة او المرفهة من ترنتين نولن ظروفه وطفولته وحياته كانت العكس تماما لحياة ترنتين ترنتينو عاش طفولة صعبة بين امه اب منفصلين من بيت الى بيت من وظيفة الى وظيفة اضطر انه يكذب واضطر انه يسرب تبهذل الانقال امين واشتغل في وظائف جدا سيئ او ما تليق باي انسان ممكن يعني ايش عنده طموحات كريستفور نولن عكسه تماما عكسه تماما عاش مع امه ابو واخوانه درسه تعلم في احلى مدارس ما عمره اشتغل في اي وظيفة لانه عمره ما نقص عليه اي شيء اصلا تعلم حب السينما وصناعة الافلام بارقة والطف طريقة وتزوج من بدري وعنده عيال واموره مستقرة بين اهلو وزوجته واموره زي الفل ايه مسكين مسكين ترنتينو تبهذل عشان كده تلاحظون في فرق كبير بين الشخصيات كده لما تشوفون في اللقاءات كريستفور نولن هادي يسول في كده هو مروق ويشرب شاهي دائما مره مروق ترنتين ولأ دم ضربات ومشاكل الماضي الماضي يا أخوان الماضي يا أخوان يحدد كيف مستقبلك وكيف شخصيتك يا ساتر على كل حال عزيزي الوجيه وعزيزة الوجيه وربطوا أحزمتكم ويا الله بينا نتكلم عن المخرج البريطاني الرهيب جدا كريستفور نولن كريستفور إدوارد نولن وهو مخرج ومنتج وكاتب وصانع أفلام بريطاني بس إنه عنده الجنسية الأمريكية يعني هو عند جنسيتين هو في الأصل بريطاني ولكن عنده جنسية أمريكية ولد في مدينة لندن يوم ثلاثين من شهر جولاي سنة ألف وتسعمائة وسبعين أي أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو هو واحد وخمسين سنة العمر كله يا عم نولن الله يعطيك الصحة والعافية في بدايته كان يعرف الناس عليه لما يسألوا إيش اسمك يقول لهم كريس لكن بعدين كده لما كبر قال كريس تحس إنه كده اسم شبابي لا أخرى كريستفور كريستفور نولن أحس إنه الاسم أفخم فقال لا لا خلاص أنا من اليوم وراح لحد يناديني لكريستفور نولن كل شي في الأوراق الرسمية أنا كريستفور نولن في الشركات في الإنتاج كل شي أنا كريستفور نولن وكي يا جماعة كريست ده كان من الماضي أكثر شي يا جماعة تميز في كريستفور نولن هو طريقة وفي كتابة قصصه ويمكن معظمنا نتفق إنه صعب جدا تتنبأ بأحداث أفلام كريستفور نولن لأنه عادة ما تكون أفلامه خارج نطاقة التوقعات وخارج نطاقة المنطق يا أبو يا أفلامه صعبة يعني مرحلة إننا نحاول نتنبأ بأحداث الأفلام مع كريستفور نولن هذه صرنا يعني ما نوصل لها أصلا تعرف لما تدخل فيلم تحاول تتنبأ إيش بيصير في أفلام كريستفور نولن لا ما نسوي We don't do this here ما نقدر أفلام نولن شغل الفيلم ولا نفس ولا تحلل ولا اسكت تابع واستمتع وخلاص والباقي على الله عقلك خليه يسوي اللي عليه والباقي على الله وعلى اليوتيوبر اللي يحاولوا يشرحوا أفلامه وأحدهم قال ذات مرة كريستفور نولن هو المخرج الوحيد اللي يروحوا العباقرة إلى أفلامه علشان يحسون إنهم شوية أغبياء هذول العباقرة فما بالك أنا وإنت ندخل الفيلم دلوخ ونخرج دلوخ أكثر وفي حال إنك ما تعرف هذه المعلومة اللي هي أشهر من ناره على علم يعني ترى عم نولن 99% من أفلامه تكون من كتابته وإخراجه عدا فيلم ذا بريستيج اقتبسوا من رواية ولكن هو وأخوه جوناثين كتبوا السيناريو تبعه وباقي الأفلام كلها السيناريو والقصة من تحت يده وأحيان يساعد فيها أخوه جوناثين تحب أصدمك ثلاثية دارك نايت هو اللي كتبها واللي كتب السيناريو تبعه مش بس إخراج ما طبعا ما ألف الشخصيات بس أقصد لكم من القصص والتفاصيل اللي جوة الفيلم هو اللي كتبها بنفسه تحب أصدمك كمان فيلم مان أوف ستيل كريستفور نولان هو اللي كتب القصة تبعه هو اللي كتب الستوري وأعطاه زاك سنايدر والشيل اللي معاه علشان يكتب السيناريو على ضوءها وساهم في إنتاجه كمان نعم ساكين بي سي كريستفور نولان يا جماعة من يوم كان عمره سبع سنوات اكتشف حبه للإخراج وصناعة الأفلام أبوه كان عنده كاميرا من نوع سوبر 8 وهذه الكاميرا اللي كان يملك هذه الأيام كان كأنه عندك كذا تلفزيون بلازمة في زمن الناس كلها عندها تلفزيون ذاك أيضا طق طق وأريل فنولان كان دائما ياخذ الكاميرا تبع أبوه هذه ويروح يصور فيها أفلام حشوائية يصور ألعابه ويخلق حوارات بينهم ينادي أخو الصغير جونتان يقوله تعال هنا يا ولد إجلس سوي أنك تقول كذا وشغال من يوم عمره 7 سنوات فلو في شي واضح وصريح هنا هو انه عمه كريستوفر نولن اكتشف حبه لصناعة الافلام من بدري ما كان يحتاج اي شي واضح الولد من يومه صغير بيصير مخرج واضحة ما كان يحتاج لها اي شي نولن يا جماعة عاش في اسرة مستقرة جدا وسط اجواء عائلية لطيفة ومسالمة ابوه براندن وهو بريطاني الجنسية وكان يشتغل في مجال الدعاية والعلانات وامه كريستينا امريكية وكانت تشتغل كمعلمة لغة انجليزية واخوه الكبير ياب عنده اخ كبير توقع تعرف صح حتى انا توقع ان يكتشفه وطلع اخوه الكبير اكبر منه بكم سنة ورجل اعمال كبير كبير جد رجل اعمال بيزنس من فال امه ماله في صناعة الافلام نهائين اسمه ماثيو اكبر من كريستوفر نولن تقريبا بسنتين واخوه الصغير جوناثن نولن واللي هو دائما ما يساعده في كتابة افلامه او بعض اهم افلامه وبرضه يعمل كمنتج وكصانع افلام وكاتب سيناريو وكاتب قصص كلهم كده لهليب عائلة نولن كلهم كده تحطيع وبحكم ان ام كريستوفر نولن امريكية وابوه بريطاني فكان يتنقل ما بين الدولتين مقلت لكم انه كريستوفر نولن يحب صناعة الافلام من يوم كان صغير فجأة لما دخل الجامعة قرر انه يتخصص في مجال الادب الانجليزي ليش مصناعة افلام طيب ليش مدراما ليش مش قصة ورواية على اقل اي شي كده له علاقة في الافلام حوالينها ما اسرح هل كان متردد هل كان خايف هل كان مو شايف نفسه كصانع افلام لسه ما هو واثق من نفسه ما احد عارف ولكنه فجأة لما دخل الجامعة تخصص ادب انجليزي ودرس فيه وتفوق فيه وبالرغم من ان التخصص ما قلت لكم بعيد جدا عن صناعة الافلام الا انه اثناء فترة الجامعية في بريطانيا كان يصنع افلام قصيرة بشكل متكرر سواء للجامعة او اشياء خاصة فيك وبمجرد ما تخرج من الجامعة ايقن كريستفور نولن انه لانا لازم اكون صانع افلام رسميا عندي افلام اعرف اخرج اعرف اكتب اعرف اسوي اشياء كثيرة في عالم الافلام ليش ما اصير مخرج وبمجرد ما تخرج من الجامعة ولما صار عمره تقريبا 25 سنة قدر مباشرة انه يخرج اول فيلم سينمائي له وكان بعنوان سنة 1998 قبلها بسنة اتزوج يعني اول فيلم سوا كان متزوج ومن يومها الى يومك ذا وهو متزوج نسولف عن زوج تبعت شوي المهم انه الفيلم كان بعنوان فولوينج وكلفوا وقتها تقريبا 6000 دولار 6000 دولار هذه جلس يجمعها من عرق جبينه ما رح استلفها ولا رح قل لبابا يا بابا عطيني فلوس لا جمع 6000 دولار وجهز فريق عمل كذا بسيط وانطلق وصور هذا الفيلم حتى انه بعض طاقم الفيلم كانوا من عائلة وجماعة وأقارب وهجوا كذا متطوعين يعني يفزعون لفزعة فيلم بميزانية بسيطة كاميرا يدوبة لا شركة انتاج ولا شركة تسويق كلهم مجموعة من الناس المحبين لعالم الافلام قرروا انهم يصنعوا فيلم بجوار او بقيادة كريستفور نولين والانطاقم الممثلين كانوا معظمهم طلاب وموظفين فكريستفور نولين واجه مشكلة في انه ايش يقنعهم يجوا يصوروا كل يوم معاك 6000 دولار معنات انك بتعطي ذا 100 دولار هذا 200 هذا 500 على حسب كل احد دوره فكان مواجه مشكلة كريستفور نولين انه يقنعهم يجوا كل يوم يا ابويا ترى ما احنا فاضين لك عندنا حياة وانت ايش ما اعطينا ترى كلها 6000 ميزانية فيلمك فلا لا تزعجنا الله يرضى عليك متى ما فضينا جينا اخر شي نولين وصل معاهم الى قرار انه اوكي جماعة انا ما راح اضغط عليكم خلونا نتفق على يوم واحد في الاسبوع نكون نصور في هذا الفيلم كل يوم سبت من كل اسبوع يعني يوم واحد في الاسبوع يصوروا لكم ان تتخيلوا كم جلس يصور الفيلم سنة كاملة وعليها وهو يصور هذا الفيلم وفي الاخير كم مدة الفيلم ساعة وعشر دقائق تخيلوا ساعة وتسعة دقائق بالملي ومن هذاك الفيلم الناس بدأت تعرف انه لا هذا المخرج ما هو مثل المخرجين لا هذا احنا امام مخرج جديد راح يدخل ويغير العالم السينمائي وبيحط فيه لمسة جديدة كريستفور نولين يا جماعة ما يحب يحط مؤثرات بصرية كثير في افلامه مو ما يحط نهائيا يحط بس انه اذا قدر ما يحط يفضل انه ما يحط يعني اذا المشهد يقدر يسويه اذا فيه طريقة حتى لو مكلفة سووه ما ابغى مؤثرات بصرية خففوا لي مؤثرات بصرية قدر الامكان ليش ما احد عارف بس هو كده المخرج عاوز حرفيا المخرج عاوز كده مثل مشهد الطائرة في فيلم تينت راح واشترى طائرة قديمة من مقبر الطائرات وبنى حضير وخلاها تصطدم فيها حقيقيا وجاب سيارات حقيقية كان بامكانه يسويها سي جي آي ويفتك بس قال له كلها جيبوا طائرة مافي خلوا الموضوع حقيقي مية في المية ومثل مشهد انقلاب الشاحن الشهير في فيلم The Dark Knight فارضوا راح واستائجر واحد معلم واحد وظيفته يقلب سيارات انتو عارفين انه في واحد فعلا وظيف في فريق فريق كامل وظيفتهم انهم يقلبوا سيارة تعطيهم سيارة هاته المفتاح ياخذوا المفتاح شغلوا السيارة وانت بغاها على يسار تعال قدام ابشر ويقلبوا لك السيارة وما يصير لهم شي لا تخاف ومثل مشهد القتال اللي في فيلم Inception اللي خالي من الجاذبية كانوا يضارب وكذا والجاذبية تلعب فيهم برضو كريستفر نولن راح وبنى غرفة متكاملة وحط فيها معدات ومنعرف ايش بحيث تتحرك بطريقة معينة مع الكاميرا يخرب بيته CGI مافي ما ابغى CGI خلولي كل شي تقريبا شبه حقيق ومشهد القتال المعكوس في فيلم تينيت اللي تشوفه يضارب مع واحد بالعكس هذاك المشهد كان من اغرب المشاهد تخيلوا انه تم التدرب عليه بحيث يطلع كأنه فيلم بالعكس او كأنه مشهد بالعكس ناس كثير تشوف انها مبالغة من كريستفر نولن انه قدامك تكنولوجيا استخدمها ياخي وظف التكنولوجيا في افلامك ايش المشكلة حرفيا زي ما قلت لكم المخرج عاوز كده كريستفر نولن يا جماعة متزوج من صانعة الافلام البريطانية ايما توماس من سنة 1997 والى يوما هذا وامورهم زي الفل وعنده منها اربعة ابناء لورا واليفر وماغنوس وروري واللي ما تعرفوا انه زوجة كريستفر نولن جزء من كل فيلم يتم انتاجه بواسطة كريستفر نولن او يتم اخراجه بواسطة كريستفر نولن اي فيلم يخرج كريستفر نولن تأكدوا انه ضمن فريق الانتاج راح تلاقوا زوجته موجودة كريستفر نولن يا جماعة بالرغب من انه بدأ في وسط التسعينات تقريبا والى يومنا هذا اخرج فقط 11 فيلم 7 افلام منها مصنفة ضمن قائمة افضل 250 فيلم باستثناء فيلم تينت ودونكيرك وانسومينيا وفولوين مع انه والله فيلم تينت يعني من كثر ماهو عبقري وفكرة عبقرية صح اني ما فيم تمنه شي كثير بس احس الفيلم ذاك لو حط في شوية جهد اضافي وطول مدته شوية وشرح لنا بعض التفاصيل الاضافية والله كان بيكون واحد من اروع افلام بس احس انه كريستفر نولن حرفيا يا جماعة وصل الى مرحلة فيلم تينت ومخه بنشر والله الفيلم صعب والله الفيلم مرة صعب كويس انه خرجنا بالشكل ذا كويس نعم طيب يا جماعة كلنا عارفين انه كريستفر نولن اخرج ثلاثية The Dark Knight كانت واحدة من اروع افلام السوبر هيرو على الاطلاق كان فخور جدا باخراجه لهذه الثلاثية ولكن في سؤال طرحها البعض كيف نولن اللي دايما ما يكتب افلامه بنفسه دايما افلامه كذا فيها سفر عبر الزمن او تلعب بالزمن او فيها لحظة مخجأة كده وبدون سابق انذار يقرر انه يخرج فيلم او ثلاثية كده ما لها اي علاقة بتفكيره او طريقة خياله ليش طيب السبب الرئيسي يا جماعة اللي خلق كريستفر نولن يخرج ثلاثية باتمان كان علشان يوفر ميزانية كافية لاخراج فيلمه الكبير جدا والضخم جدا اللي وقتها لسه ما نزل فيلم انسابشن بس مو معنات انه اخرج ثلاثية باتمان غصبا عن خشمه لا اخرجها برضاه ومبسوط جدا وفخور فيها جدا الى يوما هذا ولكن السبب الرئيسي اللي خلاه يوافق على اخراج ثلاثية باتمان كان علشان يوفر ميزانية كافية لفيلم انسابشن مع العلم انه فيلم انسابشن علشان يجهز ويكتبه كامل استغرق منه عشر سنوات فما كان عنده اي مشكلة مع الوقت ياللي صبرتي سنة معادي ضرك يوم فكانت مشكلته مع الفلوس وفيلم انسابشن كان يحتاج له فلوس فلوس كثير علشان تخرج الفكرة دي بالطريقة المزبوطة يبغى لك فلوس كم كلفوا الفيلم كلفوا 160 مليون وبالفعل بعدما اخرج الجزئين الاولى من ثلاثية باتمان قدر انه يوفر ميزانية فيلم انسابشن اخرجه وكعن فيلم مجنون طلع من وراه ارباح تجاوزت الثمانمائة مليون دولار يعني تصرف مية وستين مليون وطلع من وراه ثمانمائة مليون هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فاز ب192 جائزة منها أو فازت أفلامه ب192 جائزة منها وترشحت فقط ل532 جائزة منها فقط خمس ترشيحات للأوسكار ولكن للأسف ما عند كريستفور نولن أي جائزة أوسكار تخيلوا تخيلوا واحدة الفيلم مومنتو كأفضل سيناريو أصلي والعلمكم فيلم مومنتو كان ثاني فيلم من إخراجه ثاني فيلم له في عالم السينما أوسكار على طول إيش فيه إيش فيه أفخر من كذا واحدة الفيلم انسبشن كأفضل فيلم واحدة ثاني الانسبشن برضو كأفضل سيناريو أصلي واحدة الفيلم دانكرك كأفضل فيلم واحدة ثانية الدانكرك برضو كأفضل مخرج كلها مثل ما قلنا مجرد ترشيحات للأوسكار لا أكثر فيلم مومنتو يا جماعوا اللي هو ثاني فيلم طويل من إخراج كريستفور نولن تخيلوا إن فكرة صناعة هذا الفيلم جات بطريقة جدا غريبة كان هو وأخوها الصغير في طريقهم بالسيارة ركبين السيارة وقاعدين يش مسافرين إلى لوس أنجلس بالسيارة وجاتهم الفكرة هم في طريقة السفر فيلم مومنتو رواية قصيرة أو قصة قصيرة كتبها جوناثن نولن أخو كريستفور نولن هم في الطريق قام قال جوناثن لكريستفور نولن أقول له إيش رايك نحول القصة القصيرة هذه إلى فيلم كريستفور نولن قال له والله ليش لا يلا بسم الله متى الآن؟ الآن يلا بسم الله وهو يسوق السيارة كريستفور نولن أو أخوه بدأوا يبحروا ويكتبوا قصة وتفاصيل فيلم مومنتو وطلع معهم واحد من أروع وأغرب وأشرس وألحس مخ يعني الفيلم يلحس المخ سنة 2000 فيلم مجنون فيلم مجنون رائع 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 أتعب وأنا أقول رائع فتخيل أنه قصة الفيلم أو فكرة الفيلم طلعت معهم هم يسوقوا السيارة أو هم في طريق سفر كريستفور نولن والملحن الكبير هانز زيمر يا جماعة في سروال واحد حقيقي والله ومعظم أفلام كريستفور نولن الموسيقى التصويرية تبعها من كتابة وتلحين الموسيقار الكبير جدا هاند زيمر انسبشن دونكيرك انترستيلر باتمان الأول والثاني والثالث حتى فيلم تينيت كان المفروض أنه هاند زيمر يلحنه ولكن للأسف ارتبط بفيلم ثاني وراحت على كريستفور نولن عتصدقون يا جماعة كريستفور نولن ما عنده إيميل ولا يحب يستخدم الجوال ولا عنده أي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي فراحوا وسألوه ليش؟ إيش المشكلة؟ ليه ما يكون عندك إيميل؟ ليه ما يكون عندك خسابات تواصل اجتماعي؟ رد بكل بساطة وقال ما أشوف أنه الواحد يستاهل يشغل نفسه ويضيع وقته عليها إيميلاتي تطبع لي السكرتيرا إذا فيه إيميل مهم تطبع لي السكرتيرا وتجيبوا لي وأقراه أو تجي تقولوا لي شفهيا الشركة الفلانية بلا 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 أو يحبين يتواصل معك بلا 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 وبالنسبة للاتصالات عندكم رقم المكتب تبعي اللي يحتاج شيء يتصل على مكتبي وبيقدر يوصلني بطريقة وباخرى الله يا عم نولن يعني ما أدري يعني ودي صراحة أقتدي بك بس والله صعب كريستفور نولن يا جماعة مصاب بعمل ألوان ياب عزيزي الوجيه كريستفور نولن اللي أخرج لنا أفلام جدا عظيمة وراح تخلد في التاريخ عنده عمى ألوان طبعا عمى الألوان في عدة أنواع في عمى اللون الأحمر وفي عمى اللون الأخضر وفي عمى اللون الأحمر والأخضر وفي عمى اللون الأزرق واللي هو نادر جدا كريستفور نولن يعاني من عمى اللون الأحمر والأخضر وصرح بنفسه وقال أكثر لون يتعب في معرفة تفاصيله هو اللون البنفسجي ما يقدر يحدد بوضوح ولا يقدر يحدد أي لون من تدرجات البنفسجي ومع ذلك ترى عمل الوان ماهو مشكلة في ناس كثير عايشين ومتعايشين معه وامورهم زي الفل ولكن معلومة شاركها معاكم كريستوفر نولان يا جماعة ما عنده اصدقاء كثير في عالم صناعة الافلام ولكن احد اصدقاءه المقربين جدا في عالم صناعة الافلام هو المخرج زاك سنايدر دائما يتابعون اعمال بعض ويقدمون نصايح لبعض ويستفيدوا من بعض حتى انه كريستوفر نولان ساعد في انتاج افلام كثيرة لزاك سنايدر مثل مانو فيستيل كريستوفر نولان هو اللي كتب قصته وبرضو شارك في انتاجه وفيلم باتمان ضد سوبرمان برضو شارك في انتاجه وكمان برضو فيلم جاستيس ليغ النسخة القديمة والجديدة برضو شارك في انتاجها كريستوفر نولان نولان يا جماعة هو اول مخرج امريكي يخرج فيلم لشخصية باتمان امريكا كانت ايش مسيطرة كذا على باتمان لا ما يخرجونه الا امريكان مس هذا البطل حقنا وبعدين ايش جا كريستوفر نولان قل لهم انا بريطاني بس معايا جنسية امريكية جيب الفيلم هذا ورسميا الان كريستوفر نولان هو المخرج الوحيد البريطاني اللي قدر يخرج فيلم لشخصيات باتمان نولان يا جماعة ما ادري اذا انتوا لاحظتوا ولا لا بس كل افلام كريستوفر نولان دائما تتكون من كلمة واحدة فولوينج مومنتو انسيبشن انترستيلر دانكورك تينيت ما احد عارف ليش بس دائما نيش كذا افلامه من كلمة واحدة والله اسمها ريبة وانقد دققت في المعلومة دي دوبها طلعت معايا معايا كتبت الحلقة بس فخمة وبشركم قدرت اجيب لكم افضل عشرة افلام للمخرج كريستوفر نولان ياب توقعت ان المعلومة هذه صعبة ولكن طلعت معايا بكل سهولة ما بحثت كتير حتى ما شاء الله المعلومة موجودة وراح اشاركها معاكم الان افضل عشرة افلام لكريستوفر نولان كالاتي الفيلم الاول واللي هو افضل فيلم لكريستوفر نولان كذا قال هذا فيلم المفضل فيلم بلايد رونر اللي صدر سنة 1982 هذا افضل فيلم والافلام الباقية هي برضو ضمن قائمة افضل عشرة افلام لكريستوفر نولان الفيلم الثاني The Black Hole واللي صدر سنة 1979 الفيلم الثالث 2001 Space Odyssey واللي صدر سنة 1968 الفيلم الرابع China Town واللي صدر سنة 1974 الفيلم الخامس The Hitcher واللي صدر سنة 1986 الفيلم السادس Lawrence of Arabia أو لورانس العرب واللي صدر سنة 1962 الفيلم السابع On Her Majesty's Secret Service لا امه اللي اسمه الصعب واللي صدر سنة 1969 والفيلم الثامن Star Wars A New Hope واللي صدر سنة 1977 والفيلم التاسع فيلم The Man وهو Would Be A King واللي صدر سنة 1975 والفيلم العاشر والاخير فيلم توب كابي واللي صدر سنة 1964 كريستوفر نولان صرح وقال انه اي فيلم للمخرج ستانلي كيوبرك هو فيلم من افلامه المفضلة وختاما وفي حال انك مرة مهوس بنولان وتحب تعرف تفاصيل اكثر عنه احب اقولك انه كريستوفر نولان مشروف المفضل هو شاي ايرل جري تقدر تطلبه من امازون من اي مكان واذا ودك يعني تعرف كيف طعم هذا الشاهي وثروة كريستوفر نولان حاليا تقدر بحوالي 180 مليون دولار والعمل القادم لكريستوفر نولان راح يكون ريميك لفيلمه الاول او فيلمه الثاني عفوا مومنتو الى الان ما فيه اي معلومات عنه ولكن اللي معروف انه كريستوفر نولان حاليا شغال على هذا الفيلم وقاعد يكتبه يعطيكم العافية الى انكم صلنا نهاية الفيديو لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديواتي اول باول والضغط على زر الاعجاب علشان يوصل فيديو لاكبر عدد من المتابعين المهتمين كم معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم